بوقت ليس بالقصير أنهت شعبة الخياطة والتطريز التابعة لقسم الهدايا والنذور في العطبة العباسية المقدسة الأعمال المكلفة بها من تشكيل كسوة الحداد وخياطاتها التي ستنشر في رحاب المرقد الطاهرة بفضل العباسي عليه السلام وخارجه والمواقع التابعة له لقد تم الانتهاء قبل فترة يوم أو ثلاثة أيام من أعمال كسوة الحرم الشريف الداخلية والخارجية بما في ذلك راية العتبة المقدسة التي ترفع في شهر محرم الحرم مكتوب عليها يا ساقي عطاشها كربلة وأنهت شعبة الخياطة جميع كوادرها التي تابعة لقسم الهدايا والنذور جميع أعمالها الخارجية والداخلية بما في ذلك الأقسام الخارجية أعمال الخياطة تمر بمرحيل متعددة منها القيام بكشف ميداني الموقع والمساحات التي سيتم التثبت مظاهير الحزن عليها وتهيئة القماش المناسب إلى جانب أعداد تصاميم خاصة بكل مساحة واختيار الخطوط وتصميم نقوش وبجميع المساحات حسب موقع كل قطعة ولافتة إضافة إلى خياطة الأعلام السوداء من ضمنها راية القبة الشريفة